حراك دبلوماسي محموم يقوم به ساسة إيران بهدف تلافي أي حرب تتصاعد نذرها تارة وتنخفض تارة أخرى وفقا لطبيعة ما يخرج من طرفي الأزمة في واشنطن وطهران من تصريحات ومواقف متذبذبة بين التصعيد والمهادنة آخر ما ورد بهذا الصدد إعلان وزير الخارجية الإيراني محمد جوالظريف تقديم بلاده اقتراحات للحوار مع دول الخليج العربي في مسعى على ما يبدو لثني تلك الدول عن موقفها المؤيد لمعاقبة إيران على دورها التخريبي في المنطقة تصريحات ضريف تأتي في إطار حراك مكثف تشهده الدبلوماسي الإيراني هذه الأيام مدفوعة بالظروف الخطيرة التي تمر بها فأصبح وزير الخارجية الإيرانية تنقل من عاصمة لأخرى وبالذات الدول المجاورة لإيران وآسيا الوسطى والقوقاز وشرق آسيا سعيا لحجد الدعم السياسي لبلاده في مواجهة التصعيد الأمريكي والبحث عن منافذ اقتصادية لتفادي آثار العقوبات الأمريكية الخانقة ويبدو أن زيارة ضريف لبغداد نجحت في أن تطفي مزيدا من التماهي مع الموقف الإيراني من الأزمة حيث علن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عن قيامه بجولة إلى طهران وواشنطن لبحث الوساطة بين الطرفين في وقت باتل الحديث عن وساطات مجرد عملية تحرك في الوقت الضائع فكل التوقعات تشير إلى أن المنطقة ذاهبة بعد شهر رمضان إلى أحد الخيارين إما طاولة مفاوضات للحد من النفوذ الإيراني أو عمليات عسكرية تضعف هذا النفوذ في المنطقة وفقا للقيادي في تحالف الإصلاح والإعمار حيدار الملة وبينما تتخذ الدول التي تستقبل الوفودة الإيرانية موقفا ينطلق من مصالحها تبدو مواقف وأركان العملية السياسية في العراق لا سيما المحسوبة على المحور الإيراني مسجمة مع موقف طهران عبر التأكيد على أن العراق سيكون مسرحا لأي حرب محتملة وأنه سيكون المتضر الأول من هذه الحرب تصريحات تحمل في طياتها رسائل مبطنة لواشنطن من جهة عن الموقف غير المحايد الذي ستلعبه تلك الجهات والميليشيات التابعة لها كما تمثل إحراجا متزايدا لحكومة عبد المهدي التي أصبحت بين سندان المحور الإيراني ومطرقة الضغط الأمريكي الذي ظهر على شكل تصريحات موبخة وتجاهل لأي دور تريد أن تلعبه في أزمة تبدو هي أصغر اللاعبين فيها